الآن سنستمع إلى شهادة سيد محمد بن نور اللي هو كان في قيمة الأم دي أس في واحد وثمانين تفضل سي محمد تفضل سي محمد السلام عليكم أنا ما أسمعت الشهادات من أعتقدش أن شهادات كانت تحب توصل إلى الحقيقة الصحيحة اللي صارت في البلاد وأعتقد أنه بالمجد الخاتمة اللي فابيها سيم هذب أنه قال كانت وجه تونس يتغير لو كان مشينا في الانتخابات هذا نعتقد أنه الكلام هذا ما هوش شي ما بشيش أوفان دي شوز لأنه بالمجد ما كانش حتى بنعلي وصل للحكم الطبقة السياسية لكل تعل الحزب قاومة محمد المستيري قاومته في وسط الحزب مؤتمر الحزب عام 71 كان رد مريم للي فايت تطوير الحياة السياسية وبداية معناها التمشي الديموقراطي في معناها إدارة حزب حاكم حزب حاكم يقول لي الديوان السياسي وكل الهيكل اللي تطلع تطلع بالانتخاب مش بالتعين هي مبادئة بهذاية قاوموه وفي إطار الصراع حول السلطة بعد مرض الرئيس خارج السلطة محمد المستيري يمشى برصيد كبير مواقف 68 ضد معناها القهر في تطبيق التعاضد أعطته رصيد كبير لدى الشعب التونسي محمد المستيري مؤتمر 71 خرج راسو عالي بورقيبة فسخ المقررات هذه وابدت عملية التصفية داخل الحزب وبعد كملت بأنه في اللامدياس اللي عملها بمعناها بالمجد حزب سياسي تحدي كبير وقت تشوفوا اجتماعات اللامدياس اللي تعاملت في إطار الحملة الانتخابية أو في عدة مناسبات تجمع آلاف الناس معناها وتشوف النتائج الانتخابات اللي كانوا يعلنوا عليها لا نسبة ولا مناسبة أكيد أنه الانتخابات هذه وقع معناها بدأ أول انتخابات تعددية ويلزم نذكر هنا أحمد تليلي كان يقول بورقيبة في الرسالة الرسالة المفتوحة اللي يبعث هالو يقول حتى مناضلة سمى هالو قال لها ماشي للانتخابات ولا أحمد تليلي قالت له ماشي بعد العدد المترشحين نفس عدد معناها المقاعد في البلديات ولا في البرلمان ولذا ما عنداش حتى فايدة الانتخابات الشيء اللي معناها قوموه حتى عند ما عملها الحزب هدايا بالضعف قوة لأنه هو خلق أحمد بن السري العائلة الوسطية الديمقراطية كانت فما الجامعة وفما اليسار وفما اليسار أقصى اليسار وفما الحزب محافظين والحزب كانت ناس محافظين معناها بالنسبة اليوم عايشين بنمنام بتاحنا جبنا الاستقلال نقض وغادي 25 سناق كان ماذا بينا جينا مباشرة للموضوع اللي هو عشت من موقع مترشح التجربة بتاع 81 كيفش عشتها أنا حبيت نعطيكم في الأول في الأول المنطلقات نعرف ثلاثين بشنوب 81 عندما تخلنا الانتخابات بسيما هذا بيقول اليوم الجمعة قبل معناها يومين من الاقتراع تقرر أنه بش نضع حد لهذه التجربة هذي مصحيح الحملة الانتخابية تواصلت 15 يوم ووقفناها صحيح في الأسبوع الأول لأنه من النهار الأول بدأت نهار الأول برك بشيط طريقة عادية من النهار الثاني بتاع الحملة الانتخابية بدأت العرقلة في مسألة معناها التعيين القاعات اللي بيشنا نخذوهم في مسألة معناها الأمن الاجتماعات بدأت الحجر يهبط على قاعات الاجتماع يخوف المواطنين لأنه لقوا فما اندفاع متاع المواطنين أول مرة يسمعوا الخطاب ولقوا أنه الخطاب في الإذاعة والتلفزة وقاع استعمال واستغلال الإذاعة والتلفزة أخذاء وقع كبير لدى المواطنين وهذا لا سيمهذب ولا سيدريس جبدوه وهذا كان زاد معناها عطاء دفع كبير للبطاقة الخضراء وهذا يعكس أنه الانتخابات عندما يقول المعتمد الأول متاع جندوبة هاو الوثائق وما نشحتش ما يعرفش ما نشحت أو ما نشحتش السبعة وربعين اللي حسبتهم صح لكن التجاوزات في جندوبة بيدها رغم معناها حرص الوالي عبدالزاقيوب مرحومة عبدالزاقيوب أنها تمشي انتخابات تجاوزات كبيرة ياسر وقعدة الانتميداسيون والضغط على المناظلين تسليم البطاقات معنا مش في جندوبة برك في كل الأماكن بطاقات الملاحظين يقعدوا لربعة سوائع نهار يوم الانتخاب قدام مكتب المعتمد بش يعطيهم البطاقة بش يدخلوا فيها للقاعة ما يعطيهم مش فهم رئيس الأمير العام لحركة أحمد المسيري أنه ما فهماش فهم النية متع تدليس هذه واضحة فش بد روحوا معنا نجد لكم أنه الاعتداءات الاعتداءات كبيرة صرت في حي هلال باللماس يستنوا فينا ممنعنا إلا بال أنا رميت روحي في كرحة بمتاع بوليسية وخلطت على الجروب قلت لم يقف من توصلوش رأوا اللماس وعندي معنا الناس غاديكة اللي أنا قريب نسكن في التوفيق عليه سيجار وغير 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 من الناس اللي تقول لك رد بالك تسر وعطاه مماس مش يضرب الوالي شكون اللي اعطاء التعليمات هون هون السؤال لنس مدير الحزب اللي قول لك هو صورة مدير الحزب كان المنشك علي والي تونس أنا نعتقد لوالي تونس عنده مسؤولية لأنه كان ماش ما هو لاهي بالولاية بنتاع وبرك في كل الولايات كان يبعث في الواحد باش يفسدوا العملية بتاع الاقتراع والانتخاب وعنده أنا بوي بالرئيس الدولة وحتى بالرأي ماجدة وسيلة اللي كانوا نسميوها الماجدة وسيلة الاجتماعات اللي عملناهم في بن عروس وفي رادس كانت اجتماعات تشبه للفيلم زاد تشبه الفيلم زاد في اللي اللي عملوا كوستا كافراس معناها كانت ارهاب كبير وبحضور الناخبين بحضور الصحفيين اجانب فما حق واحد برك في الحكومة الى جوال وجو وساهم عاون عاون الديمقراطيين في تونس كل معناها مش تكلم على حركة ديمقراطيين الجراكيين باش يفضحوا معناها ارادة التزوير ستون فلانتي بتاع تزوير ما ايش عملية هاكا عملية برمجة طار بالخوجة اللي جاب مئات صحفيين الاجانب باش يكونوا حاضرين وشي شهاد عيان في عملية التزوير معناها شهادات الصحافة العالمية معناها نعطيكم حاشتين فرانس انتير مش هذي شهادات مش تحليل شهادات حاضرين في عملية التزوير يقول لك لم تتحصل هذي فرانس انتير في واحد وثمانين لم تتحصل معارضة على اي مقعد من 136 مقعد في مجلس النواب الجديد ولا غرابة في ذلك إذ أنني صحافي كنت شخصيا شاهد عيان في بعض مكاتب اقتراح حيث وقع تدليس نتيجة الانتخابات في كل مراحل أن تدليس كامل نتائج الانتخابات هي بمثابة حربوشة يصعب ابتلاعها في الخارج متعداش حتى على الخارج وخاصة بالنسبة للشعب التونسي ستين بطاقة عند بعضهم هذا ديرش بيجل أحد الطلبة طلبة اللي كانوا ينظروا للعملية بأكثر واقعية أنا نجم نقول لك طلبة في اتحاد الطلبة وغيرهم قالوا عندما يتمتع المرء بامتيازية الحكم السنين التوال لماذا تريدون أن يتنازل عن ذلك عن تي بخاطر فهمت ففي دائرة تونس الجنوبية ديرش بيجل شهد صحافيون ألمان كيف تم غلق مكاتب اقتراعه ووضع بطاقات لفائدة الجبهة الوطنية ديرش بيجل حاضر فيها معناها هذا بش نوريكم معناها بلمجة حضور الصحافة العالمية زادت أكدت أنه العملية ما صارتش جربة صافي وأنت تقول أنت ربحت وأنا نقول أنت خسرت وكل واحد علش بشي يمنوك أنت وما يمنوه لش أنا معناها برشا أشياء وقعت وقعت بالطريقة هذية معناها التزوير التزوير اللي وقع معناها اليوم برشا منظلين يتكلموا حتى من منظلين الرعاية الأول متاعها تساتر يقول لك عايتونا وقالونا يجعونونا في وسط الداخلية شكون عايت لهم يحبوش يقولوا وزير الداخلية شكون في الداخلية اللي حاول حاولوا قبل ما يقروا النسبة الوسيلة في الولاية قررت بشكون ثلاثة في المائة مش خمسة في المائة ومشيت معناها الشيء المش معقول أنه أحمد المستيري بيرصيده وبسمعته في الداخل وفي الخارج في كل مكان يمشيله القاعات الاجتماعات من القوش في الناس توقع ما يتحصل على ألف ومائتين وستين سوط الناس كل ضحكت عائلته أكثر من ألف ومائتين وستين سوط الناس اللي حضرت في الاجتماعات بالألاف سواء في الاجتماعات اللي يمشيلها قبل الحملة الانتخابية ولا الراجل يمشيل بداية الحملة الانتخابية في مدنين اتنرفزوا بعد الخطب اللي عملهم في الإذاعة وفي التلفزة واللي بالمجد كان لهم أنامباكت كبير ووقع كبير لدى الرأي العام أنا وقاعة الاعتداء اللي بالضرب معناها المبرح معناها أعطونا قاعة في بن عروس أعطونا قاعة في بن عروس هي دار الثقافة في وسط المدينة في آخر ساعة يزيون مع الحداشن تاع الصباح نهار الاجتماع يقولون لا رأي القاعة فيها كما العادة ما تعرفوها فيها أشغال باش نعطيكم قاعة فولفو اللي هي في ثنية بير القصعة بعيدة زوز كيلومتر على وسط المدينة ندخلوا غادي نلقاوا نفس الأشخاص نفسهم هترى هما بيدهم يتكلم الأشخاص اللي جاءوا في حي هلال جابوهم غادي بالكميونت باشي واللي جابهم عبدالوهاب عبدالوهاد بوشناق معروف رأوا القاعة فيها بعض ناس وهم سكروا وما يدخلوا لها حد خلنا لها سكروا الباب علينا وأنا طلعت لولاني للمنصة جاني واحد داخل عليها بالصبات وبالبونية وبالدنيا فهمت تصوري معنا رأواهم برشا ناس تنشروا في جنافريك ما نعتبر هذا جهل لأنه كنا نعمل اجتماع ونخرج على الروح نفريحين مسروري كما يقول القاية تولي تولي واحد مضروب وهزينوا ناس بمعنى جمش يمش عسقيه وفي دو كيلومتر وحتى زدنا وصلنا الوسط بن عروس كانت نتيجتها وقحة أكثر من الاجتماع معناها ناس ما تخممش لكن فما نوع من الحقد أنه المعارضة ما يجب هاش معناه يجب الناس تفهم أنه المعارضة ما تتعداش والصوت المخالف ما تتعداش وتونس تتقدم ما تتعداش هذا معناها أنا لا أعتقد حتى هذا برويس اللي صار فيه ما صار في عهد بن علي أكيد إلى ميديتين بعد يقول وكان تونس مشات في مسار آخر ما كانش يصير لشيء هذا وما كانش بن علي يوصل للسلطة وكان نجحة انتخابات 81 من عرش أنا يزمني نحكي شوية على 89 ولا حتى نعم نعم ثم نقطة مهمة أنه عملية الفرز أنتم ما 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 جنتوش في عملية الفرز كيف كيف ما قلتك وقت اللي الملاحظين واقفين قدام بيرو المعتمد لولي تستنوا في البطاقات بشناش يدخل لقاعات من جملة مثلا 600 بطاقة طلبين هتلقى 40 بطاقة يعطيوها والوال المعتمد ما زال ما حذرش البطاقات تقعد واستنوا ثم الأمين العام سيحمد المستيري وعملوا ندوة صحفية الحزب الشيوعي وقتها المرحوم محمد حرمل محمود التونسي باسم الوحدة الشعبية باسم محمد بالحاجة عمر المرحوم بأحد مجاش لكن كان محمود التونسي كساعر وكاتر من قصور السيف كان ظن مترشح باسم القائمة الوحدة الشعبية في سلينا جاءوا وكلهم عندهم نفس استنتاج قال الملاحظين ما يدخلوش قروا يسحبوا وما يتحملوش مسؤوليت خطر خطر هما صلت ماذا بهم فم ملاحظين وهذا هي النتيجة وهما فماش ملاحظين وبش يزيفوها فقع اعلان امام الصحافة العالمية اللي كانت حاضرة كما قد كتستار بخوجة جاب مئات صحفيين وخلص الفاتورة لأنه بعد قع اقالت بعد الانتخابات نحاوهم من الحكومة لأنه اعتبروها عملية شوهد فهمت صورة الحزب هما ما عرفوش اللي شوهد وهما الرأي العام الوطني لأنه كانوا شهاد عيان بعملية التزيف الناس كل كانت تحكي انتخابات هذه متاع واحد وثمانين كما الحنة تحني بالاخضر تطلع حمرة فهمت البطاقات الندوة الصحفية اللي عملها احمد المستيري البطاقات اللي بالطابع جابوا جابوا لنا اجداس مجلس نواب في اجتماعه لول وصلت معناه عن طريقة عدول المنفذين الطعون الكل مؤيدة وفيها البرهين والحجاج متاع تزييف الانتخابات متاع تزييف الفرز متاع الحملة الانتخابية اللي صارت في ظروف غير عادية بالكل في العنف الميليشيا اللي ضربت المكتب مكتب المجلس النواب والمجلس الأمة وقتها ما حب يقبل لا شكلا ولا لا يشوف لا حب يقبلهم شكلا ولا شايفهم في الأصل واعتبر أكثر من هذا الشيء اللي احنا تفاجأنا به تفاجأنا به مفاجأة كبيرة هي موقف اتحاد الشغل موقف اتحاد الشغل طيب بكوش ما زال كانوا الناس في السجن وال اللي اللي يتعداوا على شرعية الاتحاد هي الحزب الدستوري والناس معنا ظلمت والنقابيين تشردوا أولا تخل شارك في الجبهة الوطنية ستايب بكوش رغم أنه أغلبية الهيئة الادارية وقتها تقول لا قالهم لا ولكن فما معناها رموز من الاتحاد طالبوا بشي شاركوا كما سي ناجي ناجي شاري وقت تقديم الترشح خلافا للقانون الانتخابي ما كانش في تونس وما يقبلش حتى ترشح لما يقدموش ملاه فهمت وهذا يطعن زادا مشهل المجلس النواب يقول بعض هنا يعتبروا الكلام اللي كان يقول فيه المعتمدلول يعطيك صورة يعطيك صورة في مكان معين يقول بعض تجاوزات ما تأثرش على النتيجة هذي في واحد ثمانين قل الهيئة الإدارية متاع الاتحاد للثلاثة متاع الصباح ويطالبوا في النواب الستة وعشرين اللي باسم الاتحاد بس يصحبوا العضوية متاحهم من مجلس النواب معناه هذا 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 الكل معناه المناخ هذي هو أفقد أولا مصدقية الحزب مصدقية العملية الانتخابية اللي خلى العديد من الأحزاب ومن طيارات السياسية أنه في الانتخابات اللي بعد رافضين المشاركة رافضين المشاركة ما عايز عندهم ثقة بالكل في عملية انتخابية يسيطر بخلاف القانون الانتخابي بالأغلبية وما فهماش النسبية وكتجي تكلامهم على النسبية قولك لا والله ما في هذه ترد الأنظمة هشة وما فهماش التقرار فهمت معناه ما فهماش حتى إرادة لحياة الديمقراطية سليمة ونحمل المسؤولية السيدريس جيجا القيادات القيادات في الحزب وقتها الوزراء الحكومة اللي بدأوا يصفيوا في بعضهم وخلاوا الثنية البنع لي وهذا اللي جعل التونس تخسر عشرات السنين من العمل والتنمية وكل لأنه 14 جانبي ما هوش ثمن متاعه معنا شوية ثمن كبير وشكون اللي يتحمل مسؤوليته وكان زيت ناس تحب تكتب كتب كرم يطلبوا من الشعب التونسي يطلبوا السماح يطلبوا المعذرة لأنهم تسبوا تسبوا في كارثة وتسبوا فالفترة الانتقالية اللي يعيشينها ماش سهلة بالكل اللي فترة اللي كان السبب فيها وتونس ممشيتش في مسار في مسار تدريجي رأوا عام ستة وخمسين عدد الناس اللي قارية شوية بعد خمسة وعشرين سنة كنا نظنوا أنه النظام التطور وفهم أنه الطبقة اللي متخرجة من الجامعة والشباب اللي طالع وكل معادس راضي بنمط الحكم اللي مشاه فيه خمسة وعشرين سنة ربع قرن ربع قرن كامل خاتر من ستة وخمسين الواحد ثمانين ربع قرن وكنا نتصوره أنه بدأت الفكرة ماشية في اتجاه تطوير الحياة السياسية في تونس والتطوير هذا كان مطلب ملح ومطلب شعبي لأنه الانتخابات اللي سابقة واحد وثمانين كانت نسبة المشاركة فيها ما تتعديش حتى ستاش في المئة بالدزان هذا بالنسبة الواحد ثمانين بالنسبة لتسعة وثمانين كانت حب وكلمتين تعودت سكرة أكيد في تسعة وثمانين لكن بيعوجالة 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 فما بش من نتوالش والناس خلين نزيد ديمكن أكد أنا نعتبر في واحد وثمانين معناها الناس فرحت لبيان سبعة نوفمبر لأقر بأن شعب التونس يراشد ومعناها نجم يكون يعيش حياة سياسية متطورة وحياة سياسية تليق معناها بالشعب التونسي لكن سرعان عند مطار تارت السكرة متع السلطة عند بنعلي وعند الوزير الأول ومعناها زادها ما ننسوش المستشارين متع الرئيس وكذا ولا عشبتهم القاعدة ويقول لك شو بي بورقي بقعاد ثلاثين ونقعدوا ثلاثين ومقعاد وثلاثة عشرين سنة برك فعملوا فخ الفخ هذا تمثل في أنه سي لهادي البكوش نادى أكيد بتعليمات من بنعلي ومنا المستشارين ويمكن هو بيدو مقتنع بل الشي هذا لأنه كل إنسان كل مسؤول عنده إلا يتقدم باختراح هو بيدو مقتنع به فخ القائمات الاتلافية شمعناها قائمات الاتلافية جابوا الأمنا العامل الكل بما فيهم اتحاد الشغل سي طليبا وقالوا الوايا سي سي اجماعة راو قررنا باش نعملوا قائمات الاتلاف بنعطيكم فيها قصط بنعطيكم فيها قصط باش تكون المجلس النواب فيه كولوري معناها اقبلونا ساعة المبدأ شمعناها طلبوا ممش معناها معناها باش يقدموا مياه وخمسة وخمسين مترشح لمياه وخمسة وخمسين مقعد معناها باش تجي يوم الانتخاب باش يلقى المواطن بعد انتخابات واحد وثمانين اللي يزمنا نتطوروا عليها يزمنا نتقدموا عليها باش يلقى فوق قائمة الطاولة الانتخاب بطاقة واحدة يزوز يقول لنا ملا عليش عايي طول لا والله يبسزكي مع التزكية باش نرجع اللي عقلية تزكية معناها التاريخ واضح حركة النهضة قبلت الاقتراح واعتبرت نكون خطوة حسب تحليل في كل وقت الشيوعي الكل هم قبلوا حمد مستيري فازدلهم ملعوب وتعرض الى حملة شعواء وقتاش تعرض الى حملة شعواء شعاء اولا هو هو الوحيد اللي قال انا منحبش نشارك في الاعتلاف هذا يبس شارك بالقايمات بعد الاستشار المجلس الوطني امتاع الحزب امتاع هو الوحيد كانوا نجموا يعملوا القايمة الاعتلافية وتوليزوز قايمات وفما تراجوا عليها تماما انه كان الفخ اكيد موجه لضرب معناها مزدقية حمد المستيري الرصيد متاعه وكذا كان يقلق بن علي ويقلق القيادة اللي موجود هذا فرفض بعد الانتخابات وقع التزييف لانه ما هوش منطقي انه حمد المستيري مثلا ناخذ قايمة على النتائج وش نقول لك فما تزيف وفما برشة عندي دوسي كامل مديته وخرج واصدر في الجرائد وما تعرضتش الجرائد متاعنا لأنه هذين أخبار زيفة وكذا وكذا لأنه كلها بالحجاج وبالوثيق أنه قاعد تزيف الانتخاب القايمة منطق حمد المستيري وكان في المنافسة متاعه السلباجي قاية السبسي القايمة تحصل أربعلاف صوت أولا فما فرضوا التزكية كل مترشح يلزم يكون عنده على الأقل خمسين شخص زكي والخمسين اللي زكيوا الشخص ذاك ما عندهم ش الحق يزكيوا الشخص أخو معناها ألاف اللي زكاتك القايمة يجي ألفين وقتها بيش نظم له وجود ومعناها بيش نظم يجي يقولون فما ناقص واحدة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين هذا ما متوفرش فيهم معناها شروط متاع التزكية ويطيحوا القايمة هكذا كانت هذه التكنيك معمولة فألفين زيد الناس اللي حذر في الاجتماعات ألاف زيد معناها من ناحية المنطقية واليوم هنا شفنا الانتخابات أكيد أنه في الناخبين الحمراء فما ناس تساند القايمة المستقلة المساندة من النهضة لكن فما ناس واختراه النهضة وحزب عنده تواجه اسلامي بيش يصوتوا لحد آخر لا مع هذا لا مع هذا أكيد اللي فما ألاف اللي يصوت معنا لأنه رينا تجاوب في بداية الحمل الانتخابي اللي هي بدا ما تواصلت للنهاية لأنه عرقيل في القاعات شيء كبير شيء كبير معناها صار عرقيل كبير معناها مش من نتولش هنا شيء كبير الاربع الاف كيف كيف فما قرار معناها تبط ولت اللي قالوا مهذب الرويسي قرار متاع مش مهذب الرويسي يقل المعتمد قرار متاع نعطيهم خمستاش ولا نعطيهم عشرة من بعد ولا وثلاثة القرار متاع النسبة كان قبل بداية الانتخابات وذي جربوها كل الزملاء في القائمات الأخرى العائلات السياسية كل جربتها أنه فما قرار فوقي من عند بن علي يقع بالشي هذا أنا نعتقد أنه انتخابات 89 انتخابات 89 بش نقرأ 4 أسطور قلتهم طفلة عمرها في كل وقت هذك 13 سنة بعثتهم معناه بش نوريك النوع الأمل اللي كان عند ولد صغار 13 سنة تقرأ في ناش باشر وفي صدقية أقرب الميكرو محاولة شعرية يا رئيسي هل تعدني والله جيني العبرة كنت جي بشن خطر معناه الحق معناها ولد صغار جيتم أمل أنه جاي انتخابات وتعددية بعد 7 نوفمبر وبعد إعلان 7 نوفمبر هل من انتخابات تدر بالديمقراطية لتنتشر حتى نرى أياما أخر ترفع كرماتنا بين الأمم بتنا ننتظر ذلك اليوم الأغر يوم يختار التونسي نائبه الأبر وينسأ عياء عوام المر يا رئيسي هل تعدني وعدا حر بقرب ذلك اليوم الأغر تلميذة 30 سنة مش لازم نذكر السما يمكن يحرجها اليوم عمرها هذه التلميذة 41 سنة و 42 سنة مش تفهم مدى الوقت اللي ضيعناه والفرص اللي ضيعناها اللي كان اليوم برشة منهم دخلوا الحبوسات وبرشة منهم رأوا شنو اللي ساير طوى لأنه الفترة انتقالية مايش حاجة بسيطة ومش حاجة ساهلة زلزال تعدى بهم الشهداء اللي اللي صقتوا في هالفترة انتقالية من قيمة شكري بالعيد والحاج محمد الابراهني الأمن والجيش اللي ماتوا هم يدافوا على البلاد لأنه على الرجاء هذا كل ما كانش يقع وما كانش بن عليه يوصل للحكم ما كانش بن عليه يوصل للحكم وكانت راي تونس أخرى اليوم عايشين كان بالديموقراطية راي شنوصلوا الى هالبلدان اللي نسميهم وكذا وهذا حلم نحنا وجيننا نحنا نظن نفس الحلم وقدش من مناظل تعذب قدش من مناظل تضرب قدش من مناظل نتفكر معنا المناظلات اللي كانت تاكل للبونية وتواجه في العصر البوليسي أنا هذا الكل نقول للناس اللي أجرمت في حق تونس وغيروا الإرادة إرادة الناخب التونسي سرقت الصوت عن الناخب واليوم نعتقد اليوم اللي عايشين أنه يا توانسا وقت اللي تصير انتخابات وحنا كنا نحلم بها الانتخابات الأخرى تنساوش أنه فما حزب عمره ما كان موجود عمره ما ناظر وصل للمرتبة الثالثة وتحصل على ثلاثة ولا أربعة سنة بايش بالفلوس بيقوت بالفلوس وهذا ماهيش ديمقراطية لنا أعتقدها وماهيش هذه الديمقراطية اللي حلمت بها وماهيش هذه الديمقراطية اللي ضحينا لكل من أجلها واتسمحوني أنها طلت شكراً سي محمد بن نور على هذه الشهادة ترجمة نور